بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية طلبة الانتاج الحيواني والداجيني أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة حيوانات اللبن زي ما احنا عارفين أن مادة حيوانات اللبن هي أحد المواد التي تدرس فيه الصف الثاني والزراعي لطلبة مجال الانتاج الحيواني والداجيني نعارفين عندنا مادة الدواجين وعندنا مادة حيوانات اللبن ثم مادة صحة الحيوان إن شاء الله معكم السنة دي في مادة حيوانات اللبن ثم مادة أخرى اللي هي مادة الدواج النهاردة هنتكلم على أول حلقة من حلقات النهاردة في العام الدراسي الجديد وهي مادة حيوانات اللبن وهي حلقة بعنوان الأهمية الاقتصادية لحيوان اللبن إحنا في خلال هذه الحلقات اللي هي إن شاء الله هنستطرق مع بعضكم هذه الحلقات هنتكلم على أول حاجة عندنا الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللبن أو إنتاج اللبن بصفة عامة في جمهورية مصر العربية ودي بنلاقيها في الباب الأول الباب الثاني هنتكلم على سلالات ماشية اللبن ثم التسجيل والسجلات ثم تغذية حيوانات اللبن ثم إنتاج اللبن الصحي النظيف وأخيرا هنتكلم على الرضاعة أو طرق الرضاعة المهاردة أول جزء في الحلقة وهو من ضمن الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللبن انه زي ما احنا عارفين أنا بربي حيوان اللبن ليه حيوان اللبن أو ماشية اللبن لها دور في الكيام الزراعي المصري الحيوانات اللبن دي حيوانات مقترّة بتقوم بتحويل المراعي ومخلفات المزرعة التي تثغذّى عليها إلى الباب طيب دي أول ميزة أو أول أهمية من ضمن أهمية الاقتصادية لحيوانات اللبن في عندي ميزة أخرى من دمن حيوانات اللبن اللي هي دورة رأس المال سريعة يعني إيه دورة رأس المال سريعة أنا برب حيوانات اللبن عشان أحصل منه على إنتاج من اللبن الإنتاج ده هو بيمثل دخل نقدي بالنسبة للمربي أو بالنسبة للمزارع اللي هو مزارع تربية حيوانات اللبن أو ماشية حيوانات اللبن كذلك إيه من دمن الأهمال الاقتصادية لحيوانات اللبن إنها بحافظ على اقتصاد قومي زراعي ثم بتعتبر أبقار الحليب مصدر أساسي للحصول على الحليب طبعا نحن عارفين الحليب هو ذات أهمية اقتصادية لأنه يدخل في جميع المواد الغذائية التي تصنع منها منتجات الألبان زي الأيس كريم زي الزبادي زي جميع أنواع الجبن اللي هي موجودة عندنا فإذا اللبن ضروري جدا لنمو الإنسان وبناء الإنسان أيضا من ضمن الأهمية الاقتصادية لحيوان اللبن أنه يحمل بيئة الزراعية يعني إيه يحمل البيئة الزراعية؟ حيوان اللبن يستهلك كميات كبيرة من الأغذية المواد اللبن يكون رخيصة السمن بالنسبة للمواد الغذائية المركزة الغالية أو مرتفعة السمن اللي هو يتغذي عليها على الإنسان يتغذي على بقايا المحاصيل للخضر الموجودة يتغذي على بقايا المحاصيل النباتية بيتغذي على جميع مخلفات المصانع والمضارب والمطاحن وكل مخلفات اللي هي زي الملاس قصب السكر كل الحاجات دي كلها ما يقدرش تغذي الإنسان يتغذي عليها لكن الحيوان اللبن بيقدر أنه يتغذي على هذه المخلفات ويحولها إلى منتج رئيسي في منتجات حيوانات اللبن بيتغذي على أش الأرز بيتغذي على الأدباب كل هذه المنتجات بيحولها هذا الحيوان أو كل هذه الخامات اللي هي موجودة وبيتغذي على هذا الحيوان بيحولها إلى منتج رئيسي بالنسبة لحيوان اللبن طب أنا لو حيوان اللبن ده وقت انتهت حياته الانتاجية بحصل منه على إيه؟ بدخله فيه عملية التثمين يبقى في النهاية بحصل من حيوان اللبن على منتجين المنتج الأساسي عندي اللي هو التثمين اللي هو اللبن ثم في النهاية حيوات اللي هي بيسمينها اللي هي انتهت حياتها الانتاجية وبتدخل فيه عملية التثمين أو انتاج اللحوم زاد إيه بالنسبة لحيوان اللبن؟ أبقار الحليب أصلا بتزود من خصوطه التربة لأنها بتعمل عملية إعادة للمخلفات التي تتغذي علي هذه الحيوانات في سولة روص إلى التربة الزراعية يعني إذا بتمد التربة الزراعية بالعماصر الغذائية الضرورية عشان تقدر المحاصيل اللي هي موجودة تلاقي الغذاء الموجود في التربة وتبدأ هذه الأغذائية تتحول مرة أخرى ويحول هذا الحيوان إلى منتج رئيسي عنده اللي هو منتجات الألباب فإنتاج واستهلاك اللبن في مصر بيمثل كام؟ بيمثل حوالي 27% من كيمة الانتاج الحيوان يبقى إذا الانتاج الحيواني في مصر عند 100% 27% منه فيه انتاج اللبن طيب كمية اللبن المنتجة سنويا حوالي قد ايه؟ 2.5 مليون طن نسبة الاكتفاء الزاتي من الألباب حوالي 70% يبقى أنا عندي عجز هنا في نسبة 30% طب نسبة الفرض ذات نفسه الفرض اللي هو بيحصل على الألباب على مستوى العام أنا مثلا نفترض أني عندي مليون طن من اللبن وعندي مثلا حوالي 70 أو 80 مليون نسمة طب هدول بيستهلكوا قد ايه؟ نسبة الاكتفاء الزاتي هنا عندي حوالي 70% طب نصيب الفرض ذات نفسه من انتاج اللبن بصفة عامة حوالي 65 كيلو جرام في العام شوف تخيل أن نصيب الفرض من الألباب على مدار العام حوالي 65 كيلو جرام إذن دي نسبة بسيطة جدا لأن النسبة دي لو أنا استطرقتها أو طلعناها من منظمة الأمم اللي هي الفاو هتلاقي يقولك حوالي 20% لكن المفروض أصلا استجمال الاستهلاك اللبن حوالي 29% بقى فيه فجوة بين الإنتاج وفيه فجوة بين الاستهلال ماشية اللبن في مصر بتضم ايه؟ ماشية اللبن في مصر بتضم عند منها الجاموس عند منها الأبقار عند منها جميع أنواع الماشية بصفة عامة الماشية هنا بنتطلق عليها أنها الأبقار سواء كان الأبقار فريزيان أو أبقار هورشتين أو أبقار خلي طيب الجاموس المصري بينتك حوالي قد إيه؟ الجاموس المصري بينتك حوالي 65% من ناتج الإنتاج القومي عندي في مصر إذن المصدر الرئيسي أو المنتج الرئيسي لحيوان اللبن هو الألباء لأن ده بيمد الإنسان بالبروتين والدهون والكالس والفيتمينات عشان يقدر الإنسان يستعيد حياته أو عشان يقدر يبني حياة فنسب الفرض من اللبن سنوياً زي ما قلنا أنه هو حوالي 65 كيلو جرام في السنة طيب الماشية دي بتحتاج قد إيه من المية وبتحتاج قد إيه من باقي المنتجات الأخرى بتحتاج ماشية اللبن الأكبر كمية من الماء لأن الماء بيكون حوالي 87% من اللبن البقري و83% من اللبن الجموسي من هذا المنطلق أو من هذه العبارة اللي احنا قلناها أن اللبن الجموسي أسقل يعني كوامه كسيف عن اللبن البقري لأن نسبة اللبن الماء في اللبن البقري حوالي 87% ونسبة الماء في اللبن الجموسي حوالي 83% تحتاج ماشية اللبن إلى كمية من الماء من 3 إلى 5 أمثال كمية اللبن التي تنتجها ماشية اللبن بتنتج ألبان بتحصل ماشية اللبن على كمية من الماء اللي هو الماء النظيف اللي هو الماء اللي نحن هنا 87% لبن بقري حوالي 87% ونسبة الماء في الجموسي بتكون أقل هذه النسبة بتعادل أنه بنقول لك أن اللبن البقري أخف في القوام عن اللبن الجموسي طيب ماشية اللبن في مصر زي بقلنا بنضم الأبكار الأبكار بصفة عامة أو الماشية بصفة عامة الماشية هنا بنقول عليها أنها الأبكار فعند جميع أنواع الأبكار بيطلق عليها اسم الماشية إذا ما تعرف كم ده من سنة أولى الأبكار البلدية عندي في منها الأبكار الفريزيان في عندي منها الأبكار الهولوشتاين أو الهولوشتاين اللي هي الخلي دي مشية اللبن عندي في مصر قلنا قبل كده أن الجاموس بينتق حوالي 65% من إنتاج اللبن القوم في مصر وتعداد الأبكار حوالي 2.7 مليون رأس في السنة 46% منها أكبر من سنتين العمر الافتراضي لهذه الأبكار حوالي 46% بالنسبة ليه جملة الأبكار اللي هي موجودة عندي في مصر أنا عندي جملة الأبكار اللي هي موجودة عندي في مصر حوالي 4.5 مليون بقرة سنوية تنتج المزارع التجارية بكام؟ المزارع التجارية بتنتج حوالي 4% من الألبان و95% من هذه الحيازة موجودة عند المربي الصغير بمعنى إيه؟ أن 4% بتلاقيها في الشركات زي محطات البحوت زي كليات الزراعة زي المدالس الزراعية اللي هي موجودة عندنا 95% بلاقيها لدى الفلاحين يعني جملة إنتاج اللبن في مصر 95% من إنتاج اللبن عندي في مصر في يد الفلاحين لكن 4% في يد الشركات وهي المزارع التجارية الكبيرة اللي هي منطق عليها المزارع التجارية زي مثل محطات البحوت زي ما قلنا زي الكلات الزراعة زي المنشآت العامة الزراعية زي برضو عندي هنا برضو تب الواحد في المية الواحد في المية بناخده من الأغنام أو من الإبل اللي هي موجودة عندنا في مصر ماشية اللبن لا تنافس مع الإنسان في غزائه بعكس الدواجن يمكن الدواجن بتنافس الإنسان في الغزاء اللي هو موجودة عنده يعني الدواجن ما يركب عليه الدواجن بيحتاج فلسوية بيحتاج فلعادي بيحتاج جميع العناصر الغزائية اللي أنا هكوم بها العليقة هذه العناصر ده الإنسان برضو بيتغزى عليها يبقى إذن هنا إن الدواجن بتنافس ماشية اللبن لكن عندهما الإنسان لا ينافس ماشية اللبن في الحصول على الغزاء لأننا قلنا أن ماشية اللبن بتحول بقايا المحاصيل الزراعية اللي هي موجودة أو مخلفات المحاصيل الزراعية إلى منتج ساموي أو منتج رئيسي اللي هو الألبان دي في صورة العليقة بتاعتها طول حياتها الإنتاجية حيث تعطي محصولة من اللبن فضلاً على الجول التي تلت خلال مواسم الحليب المتعاقبة هنا برضو باستفاد من ماشية اللبن في نهاية حياتها الإنتاجية بعد حوالي 7-8 سنين من الحياة الإنتاجية من هذه الأبكار لأنها بتلت وتحمل وتلت على مدار العام إذن على مدار حياتها الإنتاجية بعد ما بتخلص حياتها الإنتاجية بقى أنا بستخدم لحمها في صورة التسمين بقى أنا بوجهها للتسمين لمدة شهرين أو لمدة 3 شهور عشان نحصل على اللحم اللي هو موجود في ماشية اللبن كذلك ماشية اللبن زي ما قلنا من ضمن الأهمال الجسادية بيها بتاعتها إنها بتمد المربي يعني إيه بتمد المربي بمصدر دخل مأدي معنى زلك إن المربي أو الفلاة عندنا بيحلي بالحيوان أو الأبكار أو الجموز أو أي نوع من عنوار الأبكار للحيوانات وبيقدر في اللحظة يبيع هذا المنتج اللي هو حصل عليه من هذا الحيوان معنى زلك بتمثله مصدر دخل مأدي يومي بالنسبة ليه حيوان اللبن بعكس حيوان التسمين اللي هو مصدر الدخل بتاع التسمين بيبقى بعد 6 شهور من تسمين هذا الحيوان أو بعد 3 شهور من نسبة لتسمين هذا الحيوان الفقد في الطاقة الغذاء اللي بيحدث عند تحويله إلى منتجات حيوانية بيكون أقل في حالة إنتاج اللبن حوالي 10 إلى 25% بعكس الفقد اللي هو بيفقد أثناء حيوان التسمين يبقى دي من دي من الأهمية الاقتصادية لحيوان اللبن إنتاج اللبن في مصر بيبلغ حوالي 3 و 4 مليون طن سنوية من الأبكار 35% من الأبكار و 64% زي ما قلنا من الجموس و 1% من الماشية الأخرى زي الأغنام وزي الماعز وزي الإبل يبقى عندي 35% من إنتاج اللبن عندي في مصر لو كان إنتاج اللبن عندي في مصر 100% 35% منه في ماشية الأبكار 64% من الجموس 1% من الماشية الأخرى طيب نصيب الفرض من المنتجات اللبنية عند في مصر بيرجع إلى انخفاضه بيرجع بيبقى متدني متدني ليه؟ لأن احنا قلنا الإنسان في مصر عندنا بيستهلك حوالي 65 كيلو جرام من اللبن على مدار السنة النصيب ده هو متدني هذا التدني بيرجع إلى انخفاض السلالات المحلية اللي هي موجودة عندنا زي إن في عندي نقص في الركعة الزراعية أو نقص في التغذية والظروف الجوية اللي بتساعد على ذلك لكن أنا لو جيت وصفت حيوان اللبن أو وصفت نموذك حيوان اللبن أو أن أنا شوف المزارع حيوانات اللبن بيلاقي فيها مشيز زي بيلاقي أن في عندي نظام الإنتاج الحيواني اللي هو المختلط وفي عندي نظام الإنتاج الحيواني أو المزارع التجارية لإنتاج اللبن يعني إيه إحنا قلنا أن فيه 95% في يد المزارع الصغير من جملة الحيوانات اللي عندي هنا في مصر عشان كده بنسميها النظام مختلط في عندي برضو تامي مزارع التجارية لإنتاج اللبن اللي هي بتنتج لحوالي 5% من إنتاج اللبن عندي هنا في مصر يبقى هنا في عندي نظامين لإنتاج اللبن في عندي نظام الإنتاج الحيواني المختلط وده يبتلاقيه مع الفلاح الصغير وفي عندي المزارع التجارية لإنتاج اللبن زي ما قلنا الشركات والمراكز العلمية ومراكز البحو أنواع كتعام اللبن بقى لو أنا جيت السيمت أقول عندي قطيع اللبن إيه وعندي قطيع اللبن إيه بلاحظ أن في عندي قطيع اللبن زرابة وقطيع اللبن تربية إيه اللي مقصود بقطيع اللبن الزرابة وقطيع اللبن التربية قطيع اللبن اللي هو الزرابة ده بيبقى موجود عند المزارع أو عند المربي احنا قلنا في 95% من من عدد الحيوانات موجودة عند المزارع الصغير المزارع دي بتاخد هذه او قطيع الزراب ده بياخد الحيوانات بيشتريها مقدر ما بيخلص حياتها الانتاجية في نفس الموسم اللي هو موسم انتاج اللبن بيتخلص من هذه الحيوانات يبقى في اللحظة دي هذا المزارع او هذا المراب بالزراب ما يهموش عملية التناسر والتوالد في الحيوان عشان خاطر انه هيبقى فيه عنده استمرارية ورجل عنده حوالي مثلا عنده عشر فتدين بيجيب حوالي 30 اربعين حتة زرابة بيخليهم موجودين عنده في داخل زربية او داخل حوشة موجودة عنده عشان كده بنقول عليها الزرابة بيحصل على هذا اللبن من هذه الحيوانات في خلال الموسم موسم البرسيم او موسم الضراوة بعد انتهاء هذا الحيوان من انتاجه من اللبن يكون بالتخلص من هذا الحيوان عن طريق التسمية يبقى اذا كطيع الزرابة هنا خطر عندي على الثروة الحيوانية هو ما بيحصلش فيه عملية تناسل ما بيحصلش فيه عملية تهجين ما بيحصلش فيه عملية انتخاب بالنسبة للسوريات اللي موجودة لانه ممكن يتخلص من حيوان ذات كفاءة انتاجية عالية خصوصا عندي في الجموس الجموس فيه عندي جموس فيه آآ كفاءة انتاجية عالية في بعض الحيوانات من الجموس بيديديني حوالي اتنين ونص وطين لبن اما يقدر يتخلص من هذا الحيوان بعد محصول اللبن بعملية الزبح يعني انتاج اللعوم معنى ذلك انه هيجي السنة الجاية او العامل اللي هو القادم مش هيلاقه عنده جموس انه هو يربيه تاني فبالطر انه بيلجأ انه بيشتري حيوان كبير وبيتخلص منه بعد موسم اللبن اذا قطيع الزراب خطر على السنة والحوانية في مصر لان ليه لا يحدث له انتخاب ولا تهجين ولا تحسين لهذه السلولات لكن القطيع التاني وهو قطيع التربية اللي هو القطيع الدائم او بنقول عليه القطيع المستديم قطيع المستديم دي موجود في عنده عجلات صغيرة في عنده ابقار وابقار وجموس حلاب كبيرة في عنده عجلات عشار في معهم الزكر للتربية بحيث لو جي عندي الابقار اللي هي الحلاب دي او الجموس الحلاب اللي هو موجود او الجموس اللي هو الوالد او الماشية اللي هي الوالدة دي خلصت حياتها الانتاجية خلاص دخلت في مرحلة الحمل يبقى اذا الاجلات اللي هي موجودة عنده او الابناء اللي هي موجودة هتحل لمحل الأمهات اللي هي موجودة عشان يبقى في اللحظة دي عنده استمرار في إنتاج اللبن على مدار العام أو على مدار السنة كذلك عنده الإجلات اللي هي حدث لها عملية ولادة هتلاقي الهواء البنات اللي هي موجودة هيحدث لها عملية حمل ثم عملية الهواء العشاء ثم عملية طبعا الإخصاب الأخير والولادة يبقى إذن بيعيد دورة الحياة التاني يبقى إذن الأم فيه ابن فيه الابن موجودة عندي فيه ابن أو فيه نسل وهاكذا بيفيه عندي استمرارية طبالي من إنتاج اللبن أو من محصول اللبن على مدار العام يبقى إذن هذا القطيع بيحدث فيه عملية تهجيل وتحسين وانتخاب داخل السلالة اللي هي موجودة لو أنا عندي جزء من السلالة أو عندي حيوان في داخل السلالة هذا الحيوان مش عجبني بتخلص منه لو لقيت فيه حيوان موجود عندي حيوان عجبني يبقى لازم أستبكي هذا الحيوان أو ربي هذا الحيوان داخل المزرعة عندي وأقدر أحافظ على هذه السلالة فبعض الفلاحين بيقولك أنا عندي الحيوان بقاله حوالي خمسين سنة مش هو الحيوان اللي عنده بقاله خمسين سنة ده هو نسل من هذا الحيوان إلى أن وصل إلى سلالات معينة موجودة عنده واستبقاها في داخل القطيع عشان يقدر يستمر فيه محصول إنتاج هذا الحيوان من اللبن أو يبقى فيه عنده مصدر دخل قومي أو دخل مأدي بالنسبة للألبان فتوصيف نظم إنتاج اللبن فيه عندي نظام الإيواء ذات المرابط وفيه عندي الإيواء ذات الطليق أو الحر يعني إيه أي إيواء ذات المرابط وفيه عندي إيواء طليق حر النظام اللي هو ذات المرابط إن الفلاح من دول أو المرابط من دول بيربط هذه الحيوانات وما يربط هذه الحيوانات معنى ذلك يبقى فيه حالة تقيد لهذا الحيوان لكن النظام اللي هو الطليق النظام اللي هو الحر بيبقى موجود في داخل حوش الحيوان بيقوم بعملية التغذية براحة وبيرجع تاني يشرب و Company عملية الشرب مرة أخرى وهجازه بقى حور لكن النظام اللي هو المرابط أو النظام اللي هو مربوط لازم المربي أو لازم المشف على المزرعة هو اللي يقوم بسكي هذا الحيوان بالجرادل أو بأي نوع وسائل من وسائل عملية التغذية أو وسائل عملية السائل لكن النظام اللي هو المربوط اللي هو السايب أو اللي بيقول ل Kristi النظام اللي هو الحر اللي هو الطليق دي بقى فيه حوش داخل هذا المكان او حوش داخل هذا المكان مصمم في داخل هذه الحوش احواض ليه مياه الشرب ثم مكان لتوزيع العلائق الحيوان بيقدر يتغزى ويقدر ينطلق الى مياه الشرب دون اي كلوب نظام الايواء ذات المرابط الحيوانات بتكون مقيدة طوال الوقت يعني مربوطة طوال الوقت في داخل الحزيرة او في داخل الاستبل اللي هو استبل الحيوانات نظام الإيواء اللي هو الطليق إن الحيوانات بتترك حرة طليقة طوال الوقت باستثناء وقت إيه؟ باستثناء وقت الحليب أنا هجأ علي أخر النهار أروح فتح الباب الحوش لأن الحيوانات عند طليقة لأننا نقسم الحوش إلى مجموعة من الأحواش حوش الأبقار أو الحيوانات اللي هي بتحلب وحوش الحيوانات اللي هي عشار فبفتح اللي هو المكان اللي هي الحرة الطليقة في النظام الحر عشان تقوم بعملية الحلب أو عشان يحلبها أو إن هو بيعالج أو إن هو بيحصنها هذه الحوش بتكون مغلقة أبعاد هذه الحوش بتكون 18 في 20 متر مربع هذه الحوش بتسح حوالي 10 إلى 15 أو إلى 12 حيوان في داخل هذه الحوش الترس بقى بتتتعدد بتاع النظام الإيواء بصفة عامة بلاحظ الإيواء الطليق داخل الاستبلاء فيه إيواء طليق مغطى وفيه إيواء طليق منتظم وفيه إيواء طليق مكشوف كل دي هذه طرز أو طرق بالنسبة لتربية الحيوانات وبترجع إلى الكفاءة أو المقدرة المالية للمربي أو المؤسس المزرعة اللي هو هينشئ فيها هذه الحيوانات فالإيواء الطليق ذات الاستبلاء بيناسب المناطق الباردة يبقى أنا لو عشان أنشئ مزرعة هل الجو عندي بارد أو الجو جاف فبقى بنشئ مزرعة طليقة داخل الاستبلاء إن المناطق دي تكون بردة كذلك بيستخدم استبل الإيواء هذه الحيوانات استبلاء حرة داخلها في داخل هذا المكان عشان خاطر عملية المبيت أواب الاستبل أو أواب هذه الحيوش أو هذه المساكن بتكون مفتوحة بصفة شبه دائمة حتى يمكن للحاويات إنها تتحرك إلى المنطقة المرسوفة داخل وخارج الاستبل لسهولة التغذية والحركة تتم التغذية عن طريق أسوار التغذية خارج الاستبلاء باستخدام عربات صغيرة داخل الاستبلاءات استبلاءات حرة الحركة أو الحيوانات حرة الحركة المربي أو العامل بيكون بتوزيع العلائق عن طريق عربيات موجودة أو عن طريق عربيات حديثة حالياً بتكون بتوزيع هذه العلائق أمام الحيوانات الإيواء الطليقة المغطة بيناسب المناطق المعتدلة لحنا قلنا الإيواء اللي هو داخل الاستبلاء بيناسب المناطق اللي هو الباردة لكن الإيواء الطليقة المغطة بيناسب المناطق المعتدلة وبدأ بيكون عبارة عن وحدات متكررة بين كل وحدتين منها ممر يعني ايه وحدات متكررة يعني على الجنبين على الصفين في المنتصف بلاقي فيه ممر هذا الممر اسمه ممر التخزية بيسمح بتوزيع العلائج على جانبي النظام المغطى او الوحدات اللي هي موجودة عشان يقدر يسهل لعملية توزيع العلائج الايواء الطليئ المنتظم بيناسب المناطق الحرة او الجفة وده بلاقي عبارة عن وحدات متكررة في صفين او اكثر حسب السعر المالية للمربي او القدرة المالية بالنسبة للمربي الحيوانات بتتغذى عن طريق فتحات هذه الفتحات عبارة عن اسوار من الحديد بيسمح بدخول ركبة الحيوان او رأس الحيوان للعليقة ويرجع مرة اخرى بلاقي حظ ان فيه طريق ممهد بين الوحدات كذلك فيه طريق ممهد لعملية الحلب للمحالب المحالب موجودة للمحالب جزء اساسي من الاستبلات او من الحظائر لحيوانات اللبك كذلك عند فيه عند الايواء الطليئ المكشوف ده بيناسب المناطق الحرة او المناطق الحرة الجفة وبيقتصر هذا النظام على مظلات مكشوفة بدون اي جوانب او حوائط جنبية لتحمي هذه الابقار من شدة الحرارة التغذية هنا بتكون عن طريق برضو اسوار التغذية ذات الفتحات المناسبة للابقار يعني اذا بيختلف الترز او النظم المختلف لتربية الحيوانات حسب المنطقة وحسب الظروف المالية بالنسبة للمربي وبلاحظ ايضا في هذا النظام ان الكون الوحدات المرابط فيها مرصوفة ومتكررة كما يتخللها مكان لعملية الحال ايضا بيتم التخلص من السماد اللي هو اسفل الحيوانات بطريقة سهلة في النظام الايواء الطليئ المكشوف لكن هناك معوقات بتعوق تنمية انتاج اللبن عندي هنا في مصر بالرغم من مميزات تربية الابقار ان سرعة رأس المال سريعة ودورة رأس المال سريعة ومصدر دخل المكد بالنسبة للمربي ولكن هناك معوقات بالنسبة لتنمية انتاج اللبن عندي في مصر وان كما من السهل التغلب على هذه العقبات ولكن بالاهتمام والعناية بابقار الحليب واستحداث سلالات جديدة مع انتخاب الحيوانات المصرية اللي هي موجودة عندنا عشان تقدر تتأكلم على الزروف الجوية وفي نفس الوقت تقدر تتأكلم وتساعد على انتاج اللبن عندي في مصر فملخص هذه المعوقات في ايه؟ ضخمة رأس المال بمعمق معوقات تنمية انتاج الحيوان من الابقار او من اللبن في مصر عندي ضخمة رأس المال اللي هو هيبدأ ينشئ به هذا المشروع فضخمة رأس المال في ايه؟ في انه هو هيستثمر عشان يشتري الارض الموجودة عشان يزرع عليها بقايا المحاصيل اللي هي هتمدى حيوانات اللبن بيئة تغذية زاد ايه تاني؟ ان حيوان اللبن عندي بلاقي التمن بتاعه يتراوح مثلا من 20 ل 30 الف جنيه ده متوسط ممكن تلاقي فيه 15 بس ده متوقف حسب السلالة وحسب جودة هذا الحيوان او حسب انتاجية هذا الحيوان كذلك انخفاض العائد والربحية بالنسبة لحيوان اللبن يعني ايه انخفاض العائد والربحية؟ بلاحظ ان حيوان اللبن لازم يبقى عنده فيه استمرارية بالنسبة للمربي او الفلاح من 7 صباحا او من 6 صباحا الى 7 مساء او الى اخر النهار تغذية مع رعاية مع تحسين مع علاج مع ساقي مع حلب كل دي مهمات داخل مزارع الانتاج الحيواني لحيوانات اللبن فعدد الساعات بيكون طويل جدا بالنسبة للمربي او بالنسبة للقائم على مشروع تربية حيوانات اللبن عندي في مصر دي من الانشطة الزراعية اللي هي موجودة في مصر كذلك في وسيلة برضو تانية اخرى ضرورة استمرارية متابعة العمل زي ما احنا قلنا انه انه في عندنا عملية حليب في عندنا عملية ولادة في عندنا عملية تحسين في عندنا عملية ترقيم دي وكلها عمليات مزرعية بيتم داخل مزارع حيوان اللبن فبيتطلب في هذه المزارع الاقامة الدائمة في هذه المزارع عشان يهدف في النهاية الى انه يحصل على انتاج لبن باعلى كمية موجودة عن طريق عملية التغذية المناسبة ثم يبيع هذا المنتج فيه الاسواق يبقى اذا في عندي استمرارية بصفة دورية بالنسبة له حيوان اللبن كذلك عندي انا مفتكر في الادارة الناجحة في زيور الخبرة يعني مش كل مربي يقدر يمارس تربيه حيوانات اللبن لان حيوان اللبن دوت عايز ممارسة معينة عايز خبرة معينة عايز خبرة انه هو يشوف علامات الولادة على الابقار عايز خبرة يشوف علامات الاشياء على الابقار عايز خبرة عشان يقدر يشوف يعمل عملية التحسين بالنسبة لهذه الابقار يبقى دي كلها عمليات مرأبة هو مش بيجيب الأكل وبيحطه قدام الحيوان والحيوان يأكل هو يستنى عشان يحصل على اللبن لازم هو يتابع حركة الحيوان أثناء طول اليوم يبقى فيه عندي هنا افتقار في إدارة ماجحة إذا ما كنتش أنت غاوي ومتمكن في إدارة هذا المشروع إذا المشروع عندك هيبدأ أنه هو هيقل أو أنه هتفتقط هذا المشروع جزلك عدم توفر العمالة الماهرة أيضا دي داخلة مع المقطة اللي هي اللي فاتت ما عنديش عمالة فهمية ذات خبرة في تربية الأبكار وده بيكون أمر صعب جدا وشاك على القائم على العمل بحيث أنه يكون عديم الخبرة أو عديم المهرة الفنية ألا ما عنديش مهرة فنية أنه ما أقدر أحصل على الحيوان أو أعطي حقا أو أقدر أسعف هذا الحيوان عنده حالة ولادة أو عنده أي نوع من أنواع الأمراض الموجودة لأن في لحظة ممكن لا يزهر أي علامات على هذا الحيوان يبدأ هذا الحيوان يخس وإذا خس هذا الحيوان حيبدأ إنتاجه من لبن حيبدأ إنتاجه يقل كذلك من ضمن المعاوقات إنتاج اللبن في عندي في مصر الإصابة بالأمراض إذا ما كنت أنا جدير وعندي خبرة كافية وعندي دكتور بيطاري متمكن ممارس أو بيطار أو ممرض ماجح وشاطر مش هيقدر إن هو يتبع لي حالة الحيوانات اللي هي موجودة داخل عندي داخل القطيع أو داخل المزرعة خصوصا في عندي مرض السل وفي عندي مرض التهاب الضرع إن كان عندي مرض التهاب الضرع هو من أخطر الأمراض التي تسيب أو بتهز إنتاج اللبن عندي في مصر التهاب الضرع دوت في عندي منه كذا جزء أنا مش هتظرك للتهاب الضرع أوي بكن التهاب الضرع من ضمن الحاجات اللي هي بتعوك إنتاج اللبن عندي في مصر ما قدرتش أنت تتغلب على التهاب الضرع في البداية يبقى إذا لازم عندك الخبرة أو عندك المهارة الكافية عشان تقدر تلاحظ إن هذا الحوامي عنده التهاب الضرع والتهاب الضرع بسيط جدا إنت بتشوف لو لقيت في تغير دموي بالنسبة لي اللبن لو لقيت لون اللبن غير اللون اللي هو الطبيعي إن لون اللبن عندي لون اللبن البقري أصفر لون اللبن اللي هو الجموسي أبيض مش هوب بالزرع لو لقيت في أي تغير في تغير دموي تعرف إن هذا الحوامي مصاب بإلتهاب الضرع ضروري لازم تتدخل أو لازم يتدخل الطبيب البيطري أو الممارس البيطري عشان يقدر يتغلب على هذا المرض إن لو متغلبش على هذا المرض حينتقل إلى باقي ألواع الحيوانات اللي هي موجودة داخل القضية طبعاً لو قد هذا المرض موجود يبقى ما أعزل هذا الحيوان إذن فيه عندي مكان للعزل إذن فيه عندي هنا رقابة إذن فيه عندي هنا وقاية كل هذه العوامل بتطلق إلى عمالة فنية وخبرة كافية في إدارة المشروع إنتاج اللبن في مصر أو في حيوانات اللبن اللي هي موجودة عنه عدم توفر العمالة الفنية المهيرة ده يجب أن نأكد عليها بالصمرار لو اللي عامل عندهش خبرة كافية أو ما عندهش مهارة جيدة في إدارة أو في اكتشاف الحالات اللي هي موجودة في داخل القطيع يبقى مش هيقدر أنه هو يحصل على إنتاج عالي من الألبان أو يحصل على حيوانات جيدة في داخل القطيع فيه الحاجة الرعاية المكسفة يعني إيه الحاجة الرعاية المكسفة إحنا عارفين أن حيوان اللبن بيبقى عصب المزاج لأن أثناء عملية الحلب لازم توفر جميع السبل الراحة بالنسبة لهذا الحيوان عشان يقدر أنه يخرج لك أعلى كمية من إنتاج اللبن لأنه لو أنا ما دخلتش على الحيوان بطريقة معينة أو بأسلوب معين إذن هذا الحيوان ممكن أنه يحدث له تنافر بيني وبين هذا الحيوان في اللحظة ديها يتم إفراز هرمون اللي هو الإدرينالين وهرمون الإكسوتيسين هرمون الإدرينالين ده المسؤول عن عدم إفراز اللبن ده نتيجة حدوث أي طيارات عصبية بالنسبة لهذا الحيوان بيحدث سالغ إشارات عصبية إلى المخ هذا المخ بيكون بإفراز هرمون الإدرينالين بيمنع نزول اللبن أتغلب عليه إزاي؟ إنه اللي بيوفر جميع السبل الراحة والأمان لهذا الحيوان عشان يتم إفراز هرمون الإكسوتيسين أو الأكسوتيسون عشان يغوم بإفراز اللبن خارج الضرع اللي هو موجود بالنسبة له حيوان اللبن هل تعلم إن المساحة اللي هي موجودة بتاعتنا عندنا في مصر إحنا عندنا مفتقدين جداً للمراعي المراعي الطبيعية فيه عندنا في مصر نظراً لظروف الجوية نظراً للعوامل البيئية إلى آخره من هذه الرقعة الزراعية وإن الحيازات اللي تقل عن خمس أفدنة بتمثل حوالي 95% من جملة الأراضي وعندنا هنا في مصر حوالي 42 مليون رأس من الأبكار 25 مليون رأس من الجموس 37 مليون رأس من نسبة للأغنام إذن كل ديت بتؤدي في النهاية إلى معوقات بالنسبة لإنتاج اللبن في مصر لحيوان اللبن بننتقل إلى نقطة أخرى وهي إيه هو بقى سلالات حيوانة اللبن يعني إيه عزاهرة في عن إيه السلالة بالنسبة لحيوان اللبن انت حددك بتقول عندي ماشية الألبان بصفة عامة يعني إيه ماشية عند الأبكار والأبكار منها كذا نوع من أنواع هذه الأبكار في عندي أبكار بلدية زي ما انتخدت في سنة أولى في عندي الأبكار اللي هي الأجنبية لإنتاج اللبن عند منها الهولوشتاين عند منها الفريزين عند منها السيمينتال دي أنواع كتيرة بالنسبة لحيوانات اللبن فسلالات ماشية اللبن منشأ سلالات ماشية اللبن نشأت فين سلالات ماشية اللبن في عندي سلالات ماشية اللبن نشأت في زمينها الجيرسي وجيرنس والإيرشاير في إنجلترا الفريزين في هولندا البرون سويس نشأ في سويسرا وفي ألمانيا أما اللي نشأ فيه أسيا اللي هو الرندي سيندي اللي هو الساحب وال اللي هو الهند هذه الماشية انتقلت إلى أمريكا وإستراليا معظم هذه السئولات الأوروبية كلها والسئولات الأسيوية وتأقلمت هناك وبدأ يستخدم أو ينتج منها حيوان اسمه حيوان الهولوشتاين أو الهولوشتاين فريزيان هذا الحيوان الهولوشتاين فريزيان ده موطنه الأصلي أمريكا لأن حصل تزاوج أو انتخاب بين هذه الحيوانات كلها مع بعضها وتم استنباط حيوان الهولوشتاين في عندي أول نوع من أنواع الماشية هي منشأ الأبكار المصرية الأبكار المصرية دي نشأت من ثلاث أصول عندي نشأت من الماشية الأوروبية نشأت من الماشية الأفريقية نشأت من الماشية الهندية طيب الأبكار المصرية دي منها ايه؟ في عندي الأبكار الدمياطي في عندي الأبكار البحاري في عندي الأبكار البلدي أو المنوفي في عندي الأبكار الصحراوي في عندي منها الأبكار الصعيدي دي كل أنواع ماشية الأبكار المصرية أو الأبكار أو الماشية المصرية المحلية في أول جزء في تعريف سلالة ماشية اللبن يعني تعريف السلالة تعريف السلالة مجموعة من الحيوانات بتنحدر من أصل واحد تتشبه في معظم الصفات الوراثية وتكونت هذه السلالة بفعل الإنسان يعني ايه تكونت بفعل الإنسان نشأ عملية تهجين وانتخاب بين سلالات معينة إلى أن تم إلى الوصول إلى سلالة معينة وتم استحداث هذه السلالة بالطريق عملية التزاوج والانتخاب المستمر للوقوف على أعلى معدل وتم نجاح هذه السلالة وبعد نجاح هذه السلالة بتسجل فيه سجلات النوع وبيطلق عليها هذه الاسم عن طريق عملية التزاوج والانتخاب وإن الإنسان بيتحكب في التزاوج والانتخاب بين هذه السلالات إلى أن يتم تربية هذه السلالات ونجاحها وتدعمها في الأسواد لو انا جي تقسمت سلالات ماشية اللبن هقسمها من جزئي في سلالات بقسمها حسب درجة النقاوة يعني سلالة يقولك سلالة مقية او يقسمها طبقا لاستعمالها يعني بيجي يقسم السلالة في سلالة طبقا لاستعمالها هيشوفها استعمالها 1 2 3 طب طبقا لدرجة النقاوة نسبة الفريزيان فيها قد ايه هل هي فريزيان 75% هل هي فريزيان 80% هل هي خليطة 50% فريزيان مع فريزيان مع ابقار بلدية دا من قسمها حسب درجة النقاوة حسب درجة النقاوة بالقول على اندنا في سلالة نقية في سلالة غير نقية في سلالة خليطة في سلالة فارزة دي حسب درجة النقاوة لو انا قسمت السلالات حسب استعمالها او في ماشية لبن اصيلة او متخصصة في انتاج اللبن يعني ايه ماشية لبن اصيلة يعني وظيفتها او مهمتها الرئاسية هي انتاج اللبن عشان كده بقول ماشية اللبن الاصيلة من هذه الماشية عند منها الهولوشتين وعند منها الفريزيا لكن ماشية سنائية الغرض كلمة هنا سناء الغرض هي ماشية حدث لها عملية انتخاب وتهجين واستنباط لهذه السؤالات الى ان تكون هذا الفرد او هذا النوع الجديد او هذا السؤالات الجديدة منها السمنتال ومنها البراون سويس منها ما ينتج انتاج لبن ومنها ما ينتج الى انتاج لحم يبقى السؤالات ديات اللي هي ماشية سنائية الغرض يبقى لغرض انتاج اللبن وفي نفس الوقت بغرضها انتاج اللحم اذا من هذا التعريف اقول ان السؤالات ديات ضخمة متوسط الاوزان بتاعتها متعدد تمنمائة كيلو او تسعمائة كيلو لان فيها انتاج لبن وانتاج لحب السلالة المقية من حيث درجة النقاو يعني ايه سلالة مقية سلالة مقية بيطلق على الحاومات التي يمكن ان تتبع اسلفها منذ تكوين هذه السلالة زي الفريزيان يبقى الاب فريزيان يبقى الجدي فريزيان وهكذا الى مطاصل الى مهاية يبقى دي سلالة مقية اذا ما دخلش فيها اي نوع من انواع السلالات الاخرى يبقى السلالة المقية زي مثلا السلالة اللي هي سلالة الفريزيان يبقى سلالة الفريزيان دي تكوينت او ان انا اقدر اتتبع الاسلاف بتاعتها اقول اه انت من علة فلان فلان وفلان 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 وفي الاخر يرجع الى مثل هذه السلالة او الى جد هذه السلالة عشان كده بقول سلالة مقية طب في حاجة عندي تانية اسمها سلالة غير نقية يعني ايه سلالة غير نقية سلالة غير نقية بيطلق على الحيوان الذي يملك معظم صفات النوع وفي معظم الحالات يكون هذا الحيوان منحدر من سلالة مقية إلا أنه لم يتم تسجيله في سجلات النوع منقر يبقى الحيوان يديك شكل نموذك حيوان اللي هو الفريزيان بس هو مش أصيل فريزيان يبقى ده بسميه في اللحظة دي سلالة غير نقية لكن من ناحية الشكل بقول عليه سلالة غير نقية فيه سلالات أيضا سلالات خليطة يعني إيه سلالات خليطة هذه السلالات خليطة نشعب بالتزاوج بين سلالتين واضحة المعالم زي مثلا فيه سلالة نشعب بين الفريزيان وبين الهولوشتاين واخد بالحادك معايا باخد زاكر من الفريزيان مع أنسى من سلالة أخرى وبزوج الاتنين مع بعضهم والفرد اللي هو يطلع عندي جديد بقول عليه سلالة خليطة لو تميز هذا الحيوان بإنتاجه عالي أعلى من الأب وأعلى من الأم بيطلق فيه سجلات النوع وبيسمى سلالة خليطة وبيسجل فيه السجلات الوراثية اللي هي موجودة وبيطلق عليه لفظ حيوان مستنبت جديد إنتاجه عالي من اللبن إحنا عارفين أن حيوان الفريزيان إنتاجه من اللبن من 3 إلى 4 طن لكن حيوان الهولوشتاين من حوالي من 5 إلى 6 طن لو تم استنبت حيوان يديه حوالي 7 إلى 8 طن أعلى من هذا الحيوانين يبقى دول عليه سلالة جيدة سلالة مقية إذن هذا الحيوان بتميز بقوة الهجية لأنه بتفوق إنتاجه الوراثي عن الأم وإنتاجه الوراثي عن الأب اللي هو موجود فيه سلالة فرزة يعني إيه سلالة فرزة؟ سلالة الفرزة أن معظم صفات النوع أو حيوانات بها صفات غير مرغوبة وغير يعني واضحة المعالم أنا مش لاقي لها أصلها لهذه السلالة آه بتديني إنتاج عالي من اللبن بس ممكن في الموسم اللي جاي ما يستمرش هذا الانتاج وبنفس الحيوان هو موجود وبإذن هذا الحيوان اسمها سلالة فرزة فلو أطلقت سلالة الفرزة أقول عليها الأبكار المصرية اللي هي موجودة عندي مثلا في أبكار استحدثة بين الأبكار الأجنبية مع الأبكار المصرية اللي هي موجودة دي ممكن أن أقول عليها سلالة فرزة أنا أحسنت السلالة المصرية اللي هي موجودة عندي بدل ما حيوان اللبن المصري اللي هو موجودة عندي الأبكار بيديني حوالي من 1200 إلى 1500 أو اتنين طن. أنا قلت في بداية حديثي أو من شوية أن فيه عندي سلالة بيديني حوالي 3 إلى 4 طن. محسن هذه السلالة مع سلالة أخرى والحيوان اللي ينتج يديني من 2 إلى 3 طن أنا زودت إنتاج عالي من اللبن في الحيوانات اللي هي المصرية اللي هي موجودة عندي. وقدرت أن أرفع الكفاءة الإنتاجية لحيوانات اللبن المصرية أو الماشية المصرية. طب لو ما جيت أقسم السلالة طبقا للاستعمال. أنا كده أقسمت السلالة طبقا لإيه؟ تمام برافو طبقا لدرجة النقاوة. قلنا فيه عنده سلالة نقية. فيه سلالة غير نقية فيه سلالة فارزة. فيه سلالات خليطة. لكن ما أسم السلالات حسب طبقا للاستعمالها أقول فيه عندي ماشية اللبن الأصيلة. وده اللي مطلق عندنا السنة دي إن شاء الله هنبدأ نشتغل عليه طول العام فماشية اللبن الأصيلة أو المتخصصة في إنتاج اللبن منها إيه؟ عند الهولوستين أو الهولوشتاين عند الفريزيان أو الإيرشاير عند الجيرسي أو عند الجيرنس أو البراون سويس دي كلها سلالات ماشية اللبن المتخصصة في إنتاج اللبن عند الهولوشتاين عند الفريزيان عند الإيرشاير عند الجيرسي عند الجيرنس عند البراون سويس فيه ماشية أيضا بقسمها تبقى اللي استعملتها زي الماشية سنائية الغرض وأنا تحدثت عن كلمة سنائية الغرض قلت لها بتديني إنتاج عالي من اللبن وإنتاج عالي من اللحم ده نتج عن طريق إيه؟ عن طريق التزاوج والتهجين بين السلالات الموجودة المختلفة إلى أن تم إلى الوصول إلى سلالة مقية عالية في إنتاج اللبن وعالية في إنتاج اللحم السلالة اللي هي سنائية الغرض دي بتضم منها عند إيه؟ عند السمنتال، عند البراون فيه عند الشور تهورن عند البنزا جاور، عند الديفون عند الريديول يبقى هنا فيه سلالات متخصصة أو سنائية في إنتاج اللبن نفترض على سبيل المثال منها السمنتال السمنتال ده هات بيديني إنتاج لبن عالي وفي نفس الوقت بعد بيخلص هذا الحيوان من إنتاجه من اللبن بيخش فيه عملية التسمين أو لو هذا الحيوان تم إنتاج منه الزكور، هذه الزكور بتكون ضخمة في الجسم، بتكون عالية في الجسم، وكفاءة الوراسية عالية في إنتاج اللبن، بتدخل فيه عملية التسمين لحيوان التسمين فيه اعتبارات بقى براعيها عندي إما أجي أختار سلالة ماشية اللبن أنا عين دراجل عايزة صمم مشروع إنتاج قلبه فيه مجموعة من الإختبارات في الطريق السليم والصحيح أن أنت تشوف أفضل السلالات تشوف أفضل الخطوات بتاع الإنتاج عشان تقدر تصل إلى محصول عالي من الإنتاج من اللبن ففيه اعتبارات فنية براعيها أما أجي أختار أي سلالة من ماشية اللبن بشوف المصدر بتاع السلالة هل مصدرها إيه؟ مصدرها أي دولة؟ هل هي متأقلمة في درجة إيه؟ لو لقيتها متأقلمة في درجة حرارة منخفضة في الجو البارد طبعاً لا يصلح هذه المناطق عندنا في مصر ولكن تصلح في مناطق معينة داخل مصر زي مثلاً تصلح في دميات تصلح في المناطق اللي هي الساحلية اللي هي فيها بيكون درجة الحرارة أقل شوية عشان تقدر تواكب أو تقدر تعيش مع الظروف البيئية اللي هي أصلاً مفروقة تعيش فيها عشان أقدر أحصل على أعلى إنتاج من الحيوان من اللبن لأن في عندي أفضل التركيب الوراسية لأن تؤدي إلى أحسن النتائج في القطعات إزاي؟ أفضل التركيب الوراسية يعني جبت حيوان إنتاجه عالي من اللبن من بلد أوروبية أو من بلد أجنبية وجيت تربية عندي في مصر مش حديك نفس الكمية لأن اللي اختلف عندي هي اللي اختلف الظروف الجوية اللي هي موجودة عندي إذا ما اختلفت الظروف الجوية لكن ما اختلفتش التركيب الوراسية بالنسبة لهذا الحيوان لكن ما اختلفت الظروف الجوية فإحنا دايماً في مجال الانتاج الحيواني بنقول إن أفضل التركيب الوراسية لن تؤدي إلى أحسن نتائج في القطعان إلا إذا توفرت الظروف البيئية حتى تتمكن هذه التركيب الوراثية إلى إنتاج عالي من اللبن طول حياتها الإنتاجي ففيه اعتبارات براعيها منها المصدر منها التأقلم منها الانتشار هل السلالة دي منتشرة فعلا عندنا هنا في مصر أو منتشرة في جميع عن حق العالم أو طريقة التربية بالنسبة لهذه السلالة أو الغرض الانتاجي لتربية هذه السلالة أنا عايز السلالة دي إيه؟ عايز السلالة دي إنتاج لبن عايز السلالة دي لإنتاج لحم عايز السلالة دي عشان أحسن بها لحياتها اللي عندي اللبن المصرية أو أن أحسن بها حيوانات اللحم اللي هي المصرية اللي عندي أو أحسن الأبقار اللي هي موجودة عندي كذلك التفضيل الشخصي بالنسبة للمربي يعني إيه التفضيل الشخصي بالنسبة للمربي فيه مربي بيقولك إنما عايز السلالة اللون بتاعها أبيض في أسود زي الفريزية فيه سلالة تانية أيضا مثلا لو لقيت اللون بتاعها أسود يبقى أقول لك لا أنا مش عايز اللون الأسود إذن هذا التفضيل المربي بالنسبة له السلالة اللي هو هيقدر يختارها فالسلالة اللي هو هيقدر يختارها لازم يشوف المصدر المصدر بتاع هذه السلالة يعني إيه المصدر هذه السلالة المصدر هذه السلالة لازم يكون مصدر مسمع بالنسبة لهذا الحيوان. كذلك يكون لديه الخبرة في اختيار هذا الحيوان من حيث المصدر لهذه السلالة. كذلك تأقلم هذا الحيوان زي ما احنا قلنا في البيئة قلنا من شوية ان افضل التركيب الوراسية تؤدي الى احسن نتائج في القطعام اللي اذا توفرت الظروف البيئية يبقى اذا نشوف تأقلم هذا الحيوان بالنسبة لمناخ المنطقة او المكان اللي هو حيربى فيه هذا الحيوان. كذلك الانتشار انتشار بالنسبة للسلالة هل السلالة دي اتمنتشرة فيه المنطقة اللي هو هيتم تربية هذا الحيوان فيها هل طريقة التربية طريقة التربية المفروض المربي بيحدد طريقة التربية هل التربية بصورة مقية هيربي سلالة مقية او ام هو هيربي سلالة خليطة كذلك الغرض الانتاجي الغرض الانتاجي لازم يكون لهذه السلالة ما تكون متخصصة في إنتاج اللبن ثم التفضل الشخصي له هذه السلالة يبقى في بعض المزارعين بيفضل ألوان معينة أو بيفضل حيوان معين بالنسبة لحيوان اللبن طيب هو بعد كده بعد ما فضل واختار ونقى إلى خيره طيب إزاي كيفية كيفية إن هو حيروح يشتري هذا الحيوان يعني مصدر شراء أو طرق شراء هذا الحيوان هيشوف مصدر شراء هذا الحيوان هيشتري الحيوان من الحد هل هيشتري هذا الحيوان من الأسواق هل هيشتري هذا الحيوان من المربيين هل هيشتري هذا الحيوان من الحقيقات والمستدات الحكمية هل هيشتري هذا الحيوان أو إن هو هيستورده من الخير لو هو الحيوان هيقدر يشتريه من الأسواق العامة يبقى في اللحظة دي هيختار على أساس صفتين صفة شكلية بالنسبة لهذا الحيوان يعني إيه صفة شكلية المربي لديه الخبرة فبينظر لهذا الحيوان لو نظر لهذا الحيوان ولأ الحيوان منطبق عليه هذه الصفات يبقى يقدر يميز هذا الحيوان وده ان شاء الله اللي احنا هنكمله مع بعض في الحلقة القادمة اتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته